أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة نزوحة 42 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي من عدة محافظات وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح إنهما بين 30 أبريل و 6 مايو 2023 تتبعت مصفوفة النزوح 42 أسرة يمثلون 252 فردا نزحوا مرة واحدة على الأقل وأشارت أن معظم النازحين انتقلوا إلى محافظات مارب وتعز والحديدة من حجة وتعز وإب